موسيقى مساء الخير جمعة الموت ولا المذلة شغلت عداد الموت في سوريا واضافت الى الارقام قتلى وجرحى وتظاهرات سبقتها دعوات دولية رفعت شعار تنحي الرئيس الاسد فيما معارضة النظام ترفض دعوات التحاور وتضع نفسها في موقع الادانة فالحوار لا يقف حجر عثرة امام التظاهر بل هو امتحان جاد للنظام وخطواته الاصلاحية من فرنسا وعلى هامش مؤتمر توزيع المغانم الليبية دعوة ثلاثية الى تنحي الاسد بدأها رئيس وزراء بريطانيا وتبعه وزير خارجية فرنسا والختام مع السيدة كلينتون ويبدو ان فرنسا التي اتمت انفا حملة ناجحة في ليبيا تحاول تعميم النموذج الليبي فقررت رفع التعاون مع المعارضة السورية علها تنتقل الى مرحلة تأليف مجلس وطني على غرار المجلس الليبي لكن ليس في سوريا ما يكفي من ذهب اسود تقدمه المعارضة الى فرنسا كما فعلت معارضة القذافي وبحسب صحيفة ليبراسيون الفرنسية فان اتفاقية موقعة في نيسان الماضي من قبل المعارضة الليبية تمنح الفرنسيين 35% من اجمالي الخام الليبي في مقابل دعمهم التام والدائم للثورة والوثائق بالوثائق تذكر فقد كشف اليوم عن مراسلات امريكية مع الاستخبارات الليبية فحواها مساعدة امريكية المظام القذافي قبل سقوط العاصمة ترابلوس من اجل مواجهة الثوار وهنا بيت قصيد العجلة الفرنسية في بك الملث الليبي قبل ان تتمكن الولايات المتحدة من فرد استاتيكو ليبي مقصم بين شرق ثوري وغرب قذافي لقاء باريس منح المجلس الوطني الليبي 15 مليار دولار فمن جيب من يدفع هؤلاء ولماذا لا يفرج عن كل الاموال المجمدة وحجمها يفوق 160 مليارا ما دامت الدول الستون المجتمعة في باريس قد اعترفت جميعها بالمجلس سلطة جديدة على ليبيا صوت من انقرة على اليوم باتجاه اسرائيل ولانها رفضت الاعتذار عن جريمة اسفور الحرية طرد سفير اسرائيل وجرى خفض التمثيل الديبوماسي الى ادنى مستوى فيما يموت العرب على يد الاسرائيلي كل يوم ولا يرف جفن حاكم عربي ولا حتى تركي ويرفرف علم اسرائيل في سماء عمان والقاهرة من دون خجل لكن الموقف التركي بات يحتاج الى منجم مغربي فهي تقف سدا في وجه اسرائيل وتفتح ذراعيها لقواعد الناتو وهي انحطت في المنطقة فان وجهة الصواريخ وآلة الحرب لن تكون اسرائيل اذ ان اهدافها موضوعة مسبقا في ايران وسوريا ولبنان بحكم وجود المقاومة والى مناطق المقاومة التاريخية ولكن من دون المرور بمناطق حزب الله حط مفتي الجمهورية المغضوب عليه من اهل بيت الامف عبر توافة في مرجعيون خطوة جريئة للمفتي قباني الذي حل على العرقوب ضيفا مقاطعا من قبل فعاليات المستقبل والحجة ان المفتي ابتعد عن خط دار الفتوى وكأن هذا الخط لا يسير الا باتجاه قريتم او بيت الوسط وهو اكد للجديد انه يقف على الحياد وان دار الفتوى للجميع لكن الويل والثبور لمفتن حاول الانتقال من خط السنيورة والحريري الى وسطية ميقاته اذا في سوريا حصيل